إذن بالحديث عن حوالي تقص عرفة ولاية الطارف ارتفاعا محصوصا في درجات الحرارة دفع الكثير بالتوجه إلى شواطئ وحتى للسباحة تفاصيل أكثر مع محمد بلكموخ وهجربول ارتفاع محصوص في درجات الحرارة دفع بالعديد من المواطنين والعائلات إلى التوجه إلى مختلف الشواطئ للاستجمام والسباحة خاصة شاطئ الحناية ببلدية برحان بالطارف تلميذ المدارس وشباب من مختلف الأعمار اغتنموا الفرصة للسباحة رغم غياب مصالح الحماية المدنية معلنين عن انطلاق موسم الاستيافي مباكرا بلدية برحان راهي بلدية تقدر تقول بلدية ساحلية يقصدها جميع المصطفين من جميع ولايات الوطن خاصة واني يقرب الصيف راهي الناس كله تشوف الخير ودليل السيارات الموجودة الآن يوم ونبدأت اليوم الحرارة ليمتها كشفت ليمت فشتا هذا اليوم واني كانت حرارة شوية زيدة لازم نكونوا كيفاها نشوفوا مع الأمن عن باقي يمنعوا هذا السباحة من الوقت هذا يبقى على الشباب والعائلات تجنب البحر في مثل هذه الأوقات خاصة مع التقلبات الجوية التي تميز هذه الأيام لما لها من آثار خطيرة